يقول السائل ما علامات قبول الصيام قبول الصيام رمضان وهل الرائحة التي تخرج من الفم من علامات قبول الصيام أفدون حفظكم الله قبول الصيام الله أعلم به نحن لا نعلم قبول الصيام ولا أحد يعلم هذا عند الله سبحانه وتعالى ولكن على الإنسان أنه يخلص عمله لله يتقن عبادته وأما القبول فهو عند الله سبحانه وتعالى والرائحة التي تخرج من فم الصائم هي الخلوف وهي أطيب عند الله من ريح المسك لأن سببها الصيام فهي أثر من آثار الطاعة